مرة أخرى مع جريت الشروق التي كشفت عن أن الدكتور محمد معايد وزير المالية هناك بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نوفمبر المقبل كما أشار وزير المالية لإجراء المراجعة الربعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي ولفت إلى أن مصر تسلمت منذ ساعات الشريحة الثالثة من القرد بقيمة 2 مليار دولار أوضح معايد أنه ستم إعلان الحساب الختامي لموزنة العام المالي الماضي 2017-2018 في النصف الثاني من الشهر القادم شهر أغسطس